للمرة الأولى في تاريخ السينما المصرية يفوز فيلم مصري بالجائزة الكبرى في مصابقة أسبوع النقاط بمعرجان كان السينمائي في نسخته الرابع والسبعين وفيلم ريش هو العمل الروائي الطويل الأول للمخرج عمر الزهيري وكتابة السيناريست أحمد عامر والفيلم إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك وعرض الفيلم على شاشة السينما ميرمار بيوم الثلاثاء الماضي بحضور عدد كبير من جمهور مهرجان كان ولقى الفيلم استحسان العديد من النقاضي وفن لمجلة هوليوود ريب بوت وهو واحد من فيلمين عربيين شارك في تلك المصابقة طبعا في البداية ألف مبروك لكل الإشارة في عمل فيلم ريش وبينضم إلينا من كان شوقي أمين وراسل التلفزيون العربي أهلا بك معايا سيد شوقي خلينا في البداية تكلمنا عن المعلومات المتوفرة عن جائزة أسبوع النقاض وعن أهميتها وخاصة أنها الأول مرة بيفوز بها في المعربي مرحبا بك وبكل المشاهدين نعيش هذه اللحظات حتى في هذا الوقت المتأخر من الليل هنا في ميرجان كان على إيقاع الأفلام وإيقاع مختلف العروب السينمائية في الأربع صلاة الموجودة هنا بقصر المعارض في جدة أسبوع النقاض هو أسبوع من الفعاليات المتوازية مع نشاط الرسمي لميرجان كان وهو أسبوع على قدر كبير من الأهمية لأنه يحظى بسمعة كبيرة وهذا هذه المرة أو في هذه الدورة بالذات وجاء تحت مضلة الرئيس المخرج الروماني الكبير كريستان مونجو الذي فزد الجائزة أو بالسحفة الذهبية عام 2007 لأنه هي أربعة أشهر ثلاثة أسابيع ويوما وأن يحظى اليوم عربي في شخص عبر الزهيري من مصر فهو بحقيقة افتخار لكل المجتمع العربي كما قال عمر الزهيري في أحد تصريحاته لوسائل الإعلام هنا وبالتالي فإننا ربما عمر الزهيري يضاف إلى قائمة أخرى على سامح كان قد تلقى أيضا جائزة كبرى على فيلمه القصير في تشهير أكتوبر الثاني الماضي في دورة سيثنائية لمهرجان كان وبالتالي فالسينما المصرية كما يتبدو لازالت معطاءة لازالت سخية وعندنا كتاب سيناريس مثل أحمد سامح وسيناريس ومنتج أيضا مثل محمد حفظي ذكرت في مقدمة التقرير أن هذا الفيلم هو في الحقيقة إنتاج مشترك فرنسي هولندي يوناني زائد محمد حفظي المنتج المصري الشهير وفي الحقيقة هي لغة أو هي رسالة واضحة للعالم أو العمل السينمائي اليوم بات عملا مشتركا عمر الزاهير يعيش أيضا بين باريس والقاهرة ومصر وبالتالي فإنه اليوم يؤسس أيضا لهذه النظرة الشبابية لهذه المدرسة الفنية المصرية المنفتحة على العالم القصة الكوميدية هو الكوميدية السوداء بالحقيقة التي استطاع من خلالها أن يبرز عناصر فنية في غاية الجاذبية موضوع على قدر كبير للأهمية لأنه يحكس مجتمعاتنا العربية حقيقة فريش عائلة تعيش بين أربعة جدران زوج وزوجة وأولاد وأم تعيش تحت ذكورية أو سلطة ذكورية بالمعنى الحقيقي للكلمة لا حول لها ولا طاقة فهي تعيش تحت سيطرة هذه الذكورية وأيضا تحت مظلة هذا الفقر المطقع الذي تعيش فيه فالحكاية أو القصة في مكنوناتها على كوميديتها فهي تقول أننا في حاجة اليوم إلى حرية أكثر خلفية القصة كما جاءت في السيناريو وكما عرضت تحكي بأن العائلة تحتفل بعيد ميلاد الإبن السغل ذات الأربع سنوات ويأتي الساحر وفي خدعة ساحرة يغيب الزوج أو يتحول إلى دجاجة وثم لا يستطيع الساحر أن يعيد الأب إلى صورته الأولى ومع ذلك تقبل الزوجة بهذا القدر فهي استطاعت الحقيقة أن تنفلت من هذه الهيمنة وهذه السلطة الذكورية استطاعت أن تفتك حريتها ولكن بقيت تأوله وتأكله وتقوم بحاجيته اليومية في جدلية غريبة تقول أن برغم أنها تحررت فإنها من جديد تحت هذه السيطرة بطريقة أو بأخرى لأنها تخدمه ولم تستطع أن تسمح أن يكون موجوداً داخل البيت بالنشكرة كنت معنا من كان شوقي أمين مراسل التلفزيون العربي أهلا بك شوقي ترجمة نانسي قنقر